السلام عليكم وزارة الصحة أعلنت الآن 70 حالة إصابة فيروس كورونا بالرياض 59 منها نتيجة تجمعات مناسبات عائلية عزل وغيره شف عزيزي أنا طبعا رسالتي هذه اللي ملتزم بالعزل لو ما أخذ الوضع سهلات شف يا حبيب قلوي أنت تركب تبله هلك وبتبله مجتمع كامل أقسم بجلال الله استأدرك الوضع عشان أخريك تستوعب إيطال اليوم أعلنت عدد الوفية 3800 من كورونا تدري شو الجاءوا له بالمستشفى إلى نظام طب الحروب تدري وش هو طب الحروب إذا نهار نظامك الصحي الله لا يقوله الدكتور يصير يختار من ينعش ومن يخلي بسبب قل الأجهزة بحيث أنه ياخذ الجهاز تنفس مثلا من جخص كبير يعطيه صغير يتنقوم من ينعش هذا بخلاص الانهار عندك نظام صحي وصارت الحالات أكثر من الطاقة الاستيعابية أقسم بالله العظيم أن الوضع اللي حاصل بإيطاليا ترى حقيقي وبسعب استهتار استدرك الوضع فقط لشان تستوعب الوضع يلي ما خد دعوة سهلات طلعاتك وروحاتك وجياتك ممكن تجعلك حاضن للفيروس بدون ما تدري ترى الفيروس مبعطو إذا جاك يشتغل على طول لا تقلق ست يام سبع يام من ين تبين فيك العراض لكن لاحظ لو هلك من تزمين بالعزل وانت سببت عليهم إذا جيت للبيت وخليتهم أيضا مخالطين لك لو تزموا بالعزل وبانت العراض بعيد الشر عنهم خلاص هنا تقدر تسيطر مثلا وزارة الصحة على الموضوع لنكن بس العائلة اللي يصبتوا ما خلطتوا واحد تم السيطرة خلاص ما في أحد جديد يصاب غيركم فهمت شلون هذا إذا كنت تكمخة وتطلع وتجي تسببت على هلك لكن لو كلنا نلتزم وبدون حضور تجول بدون شي لا نكون واعين وفرنا جهود كبيرة جدا على الدولة ترى وعلى وزارة الصحة عشان أنفسنا ترى بالنهاية يعني أنت بظنك هل قاعد يصير وخسائر الدولة العظيمة والشركات اللي تدفع روات بالحين بالملايين الموظفين ها ويما تشتغل بظنك الموضوع سهل خسائر جبارة ترى ما تصدق